الوقت يا مشاهدينا خلينا نشوف أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة بالإضافة كمان لأهم الماتشات اللي هتتلاعب في أبطال أفريقيا وفي الدوري الأوروبي بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهيتم فتح باب التقدم لمسابئة 30 ألف معلم 2023 إلكترونياً عبر بوابة الوظائف الحكومية وده بعد التنسيق بين وزارة التعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى الأول والتاني والتالت للعام الدراسي 2023-2024 بجميع محافظات الجمهورية النهاردة هتسافر بعثة نادي الزمالك لتونس الساعة 10 الصبح على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة الترجي والمقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطول الدوري أبطال إفريقيا لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار لقاء إياب ملحأ الدور الستاشر للدوري الأوروبي من أهمها مباراة منشستر يونيتد الإنجليزي مع برشلون الأسباني الساعة 10 بالليل ومباراة ميديدلاند الدنماركي المحترف ضمن صفوف النجم المصري إمام عشور مع سبورتينج لشبونة البرتغالي الساعة 8 لربع وفي نفس التوقيت هيلتقي نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوف النجم المصري مصطفى محمد مع يوفانتوس الإيطالي